موسيقى أحلى بفجأة أنه معانا النهاردة دندونا يعني بصوا أنا بقالي كتير نفسي دينا من أول للضيوف اللي كان نفسنا تبقى معانا وتطبخ في البرنامج ونجيب رجلها في المطبخ لأنه بسمع أنه دينا بسمع طبخة شطرة لا مش يعني مش شاف أنا مش شاف مين الشافتاي؟ أنت الشاف لا حنقول مين الشاف في العيلة أكيد بس أنا يعني أنا بحب المنطق يعني أحب أطبخ يعني متعة من المتعة ما هي دي الفكرة إحنا النهاردة جايين نقضي وقت مع المشاهدين يومين قاعدين معاهم وعمل لكم أحلى الأكلات بس هنشوف دينا بتاريب تطبخ وللأ بس يمين في الحلقة بس يمين في الحلقة طبعا أنا خايفة منك قلقينة لا يا روح أوح يا ربنا يعني أنت طبعا بري بروفرشنل وأنا يعني على قد ست أنا بسمع كلام غير ده ست بيت بطبخ عادي فبلاش امتحانات قوية حنشوف خليكم متابعين الحلقة وحنشوف الدنيا حتمش معنا إزاي إحنا هنا في ميز شو على طبيعتنا قاعدين مع الناس دخلين بيوتهم كل يوم منطبخ أكلات مع بعض وللنهاردة بس منورانا حبيبتنا دندونا وأنا عملالها وليمة لي بوجودها معنا طلعت ديكم الفرن طلعت ديكم الفرن جاهزة جاهزة عايز عضلات ديك أشيل معكي تعالي لأ تمام انت بس قفليل الفرن أوكي قفليل الفرن ترارارا لا فزينا ايه رأيك؟ لا تحفة ايه رأيك؟ يوم راس السنة والليمة تحفة ومحمر وجميل والسوس بتاعه تحفة السوس ده هنعمل منه الجريفي الجريفي السوس انا باخد كل ده واضربه في الخلاط بصي لا احنا هناخد الخضار ونقدمها سايد ديش طبعاً انا باخد السوس واضربه في الخلاط تعالي نعمل حاجة اول حاجة تعالي نغرف بشكل حلو انا دايماً بحب بصراحة تعرفة تغرف بشكل بسيط ويليق بالمناسبة اللي احنا فيها نهاردة مناسبتنا اشيل معك بسم الله الرحمن 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 الرحيم ونحطه في الطبق بالزبط جيه قد الطبق طيب احنا حطينا الخضار جنب حالاً الله في حد زي في المطبخ بعد نزح كل شوية وينضب انا ما بقدرش بقى استحملش اي صوص يجي جنب طيب اذا الطبق ده نحط مكتفين طيب اذا الطبق ونحط نفك طيب اذا الطبق ونقف خيط ونقف خيط ونقف خيط حتى نفك خيط حتى نقف خيط ونقف خيط حتى نفك خيط لكي يحافظ على شكل تقديم الخلو طبعاً انتي قصي هنا لدبارة دي تقيلة طب حنقدمه ازاي بقى حنقدمه عارفة الصور الحلوه اللي منشوفها على الانستجرام ومنشوفها على بنترست المشهية دايماً بقول للناس وي كان طالما في حد غيرنا يقدر يعمل كده احنا مافيش حاجة مستحيلة بص المضمح هنجيب حاجات اللي هي علاقة بالكريسماس اول حاجة هناخد الروزماري تمام اللي عشب حن نتضفها لانو كده كده هيكون معانا الروزماري اهو هناخد الورق كله فيه هتلاقي ورق روزماري طويل تعالي نرسه كله كده ده الصغن حوالي اوكي هنبتدي نرس الروزماري حوالي نديك كله اوكي انتي عارفة طبعاً الفترة دي من السنة ليها مكونات يعني مثلا زي الروزماري طحفة انا زرع منه زرع رحان زينا كده في المطبخ اه متقلقين اليومين دول هقولك حاجة كمان الروزماري من الحاجات اللي بتضيف طعم حلو جداً وزي ما انتي قلتي بتزرع بسهولة اوه جميل كمان مش محتاج رعاية دينا بيعمل كمان ريحة حلوة ومش محتاج رعاية كتير ولا مياه كتير لا 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 طيب حطينا الروزماري الرادي اهو خلياً نحط هنا شوية كمان هنلفه كده من السمتره طيب انتي عارفة ايه ده يا دينا اه ده الكرامبري الكرامبري هو نوع من انواع التوت الممكن نقول الكرز او ده كويس قوي لانه بيحرق بيحرق جمد جداً مضاد للانتهابات كمان او مضاد للانتهابات كمان وبيحرق سعرات بيحرق سعرات 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 نحتاجين الكرامبري كتير في الحلقة دي على فكرة لانه يعني حناكل شوية اكل حلو بصي حنوزع الكرامبري الفاتر له اكبر يعني طيب هاتي نحط هنا في فضاء ده تقريباً 8 كيلو هنتكلم اكتر عن تسويت ديك الرومي بتسئل عنه كتير انتي عارفة حسب بياخد مثلاً لان في ناس كمان من كتر ما بتعرفش تسويه بتسلقه قبل ما تدخلوا الفورة بس هو لو فيه حلة توسعه فيه حلل حلل المونيا الكبير بس يعني هو يفضل يبقى في الفورن احسن طيب احنا عندنا برتقان يا دندوني مثل برتقان هاتي نوزع برتقان هنا نحطه كده في زاوية وزاوية حطي هنا عندك واحدة بس لقيسي ايه رأيك نجربها كده اكتر سلعة العشوائية دي كده ونزود كرامباري حطي عنده كرامباري هنا خلص في الزاوية دي والزاوية دي ولا كله لا كفاية كفاية كده محتاج زينة تانية ما اعتقدش لا ما اعتقدش كفاية حلوة واول حاجة من وليمة النهاردة بقيت ودي اهم حاجة في الكريسماس ونيوير دي من اهم الحاجات بصوا شكله حلوة ازاي كرامباري نضع ديك قدامنا كده تمام وتعالي نعمل حالا لجريفي طيب ايه رأيك نقدم الخضار انا محضر لك طبق حلو هنا فيه طبق هنا لذيذ هنا اديني اللي مقصوصة وناخد الخضار نحطها في الطبق ده طبعا الناس سيقولك انت مش هتعملنا الوصفة النهاردة انا بحب اعمل فقرة الترغيب اول البرنامج او بعدين تعملي الوصفة وبعدين بعدها فقرة ايه؟ فقرة التعذيب حندوق هي دي فقرة التعذيب ان هو هتدوقي هتدوقي حندوق مش حندوق ليه يا بندونا ليه عامل دايت يعني مباكلش حاجات تقيلة لا بس النهاردة استثناء احنا عادة بنعمل دايت عشان نيجي بالمناسبات هاتي عنك بنيجي بالمناسبات وناكل الاكل ده وبعدين اعمل دايت بعدها الشيتاء ما ينفعش لفريدين اهو الهو الشيتاء بيبينك بيأكل وبعدين اسبوع الاعياد دي الاكل كله بيطلع بعدين اعمل رياضة اه اه طب عندي سؤال ليك يا دينا ايه اكتر اكلة بتضعفي قدامها منتكلم عن دايت اه تقدريش تقوميها محشي البصل انا اسمع عنه محشي البصل بتاعك اه يعني من ناس كتير محشي الرؤاق بضعف قدامه انا كان بضعف قدامه وبحبه وبعمله حل فبضعف قدامه بضعف قدامه طيب وايه تاني احنا عايزين نعمل لها الحاجات اللي بتضعف قدامها لا لا بلاش بلاش طب بصي هنعمل ايه داندونة احنا هنخلي دي جنبنا وحنبتدي هنا نحمر زبدة وشوية دقيق بسيطة اه علشان نعمل الجريفي الزبدة عندي تفضلين تحب تعملي الجريفي انت؟ لا يرا اشتغلي 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 انا قلت دينا هتريحني انا قلت دينا هتريحني انا قلت دلعك كلنا منحبك عايزين ندلعك يا دولا طيب احنا هنحط شوية زبدة احطلك الخضر هنا اه مش عايزين نزوقها شوية برضو تاخدي شوية روز مارك او زعتر ممكن نحط شوية زعتر نوزعه كده مثلا على الاطراف هنا وهنا ده كتير نوزع هنا وهنا وممكن برضو نحط له كرامبري عارف انا عندي جنبك ايه كمان نسيت احطه؟ ايه؟ عمدنا هنا اسمه ايه ده بموت فيه ابو فروة ابو فروة بس يعني هو بيتخن تخن سنين دينا احنا هننسى موضوع التخن ارجوك هننسى موضوع التخن احنا اهو طب حطي بقى شوية بفروة عند الديك والله العظيم لا على فكرة طباخة وشطرة انه انا نسيت احطه عند الديك وجايباه عشان كده اه لان هو هي دي لعباته فراحة هو طعمه يجان ان انت عارفة بحطوه بالاستافي لو حطتيه في الجريفي برضو مش هيجرى حاجة لا ليه هنحبو هنا مع الخضار حيطلع طعمه حلو جدا وحطينا شوية كرامبري اذا الخضار بقت جاهزة حطينا نحط دي هنا والطبق التاني تسلم ايدك هنسيح دلوقتي عشان نعمل الجريفي الجريفي يا جماعة لازم يبقى فيه كل نكهات التحمير والتتبيلة اللي طبيلناها في الاول اللي هنعملها ان شاء الله بعد ما نرجع من الفاصل طب انت ما بتضربهوش ما بتضربهوش في الخلاط بتصفيه بصي حنصفيلي انه احنا الخضار طعمها حلوة عشان ممكن نضرب بصل والتوم لو حطين كرافس وبصل والتوم بس فالخضار دي صدقيني مش عقول احلى من الديك نفسه انا عارف طعمها شارب كل النكهات فاحنا هنعمل ايه حنسيح الزبدة ونعمل رو عارفة هو ايه ايه الرو اللي هو بداية البشامال اللي هو الدهون اه مع الدقيق مع الدقيق انا هجيب الدقيق ونعمل الرو وبكل بساطة هنضيف عليه الخليط ده اللي مليان نكهات وممكن نزود له سر يدي له لون بني حلو السر ايه السر ايه السر ايه السر اه شوية صويا سوس اه بتخليه بني وبتدي له طعام بدل ما نحط ملح هنستخدم الصويا سوس بدل ما تحط الجريفي البودرة بدل ما تعمل كده اللي هو الاستور بوت لا اه عين احنا في برنامج التوخديني معلقة طبعا في الكبيرة طبعا في جريفي بتباع جاهز اللي هو يعني بتحط له بس الميا بس احنا طبعا مش هنعمل كده لا احيانا مع السوس بيحطوا معلقة جريفي زيادة معا عشان تتقيله احنا النهاردة هناخد كل النكهات من التتبيلة الحلوة اللي هنعملها يا دندونة لما نرجع و هنحط هنا معلقتين لتلاتة دقيق حسب الكمية هو بيتحط على قدة زبدة على قدة دقيق بالضبط انا مش مكترة زبدة ليه؟ علشان السوس مليان مليان زبدة هنعمل الزبدة اللي بالاعشاب اللي هي كابسولة النكهات اللي هتدي ديك الطعم دايما بيقولولي بيطلع من غير نكه و ازاي بيتتبل تحت الجلد و بتحط عليه الزبدة هنعرف بعد الفاصل يكون الروس سوا و نرجع نعمل جريفي كله معاهم نعم؟ تحمسك طلعينا فاصل هنا فاصل ورجعين لكم على طول استنونا اشتركوا في القناة موسيقى 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 ورجعنا قبل الفاصل يتدندونة كنا جاهزين انه مصفي السوائل اللي نزلت من تسويت الديك الرومي وعملنا الروش الميريحته موسيقى روشة ايه؟ موسيقى زي البشامل تحميص الديق بيدي طعم الجنن بصي انا حط المصفى هنا وانتي تحطي الرجل يلا قربلك انا هنا نحط حطي 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 استني كمان شوية كفاية كده بصي انا حضغط الحاجات دي لانه دي كلها هنكهات هنزل كده اي اه بتلاقيتهم بصل هوني بقولك انا بضربهم في الخلاط لانه انت بتضربي معاها الخضار صح؟ لا يعني انا بشيل الخضار مبادرة اللي بيفضل علشان الاعشاب اللي انت بتقولوا عليها دي مترحش بصي هنعمله هنرجعه على النار وبكل بساطة هبتدي اقلب لحد ما يتقل هتحطي بالسر اللي قولنا عليه سنة السويسس اللي هتخلي لوله كمان سنة صغيرة عشان الملح بس دندون انا عايز اقولك حاجة انا من ساعة ما هبتدي انا نحضر لحلقة راس السنة وعرفوا لكروه انا هقولك يعني فريق اعمل البرنامج قبل ما نحط البرومو انك هتبقي معانا السعادة حب الناس انا قمشي قوليه دينا معانا انا بحبها دينا معانا انا بحبها ابتدي البرومو يطلع اي حد يقبني لا ده بجد بحب الناس بحب الناس نعمة وبنزلة كشة 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 لحد ما نزلتها انتي عارفة انه الناس بتحبك تحبك اوي عشان انا بحبهم او يا مانا انا بحب الناس اوي بحب الدنيا والناس وتركبت الدنيا كلها بحبها انا عايشة بالحب ده نعمة ورزق يعني يمكن الواحد ما يجي اخر السنة دايما بيعد بيقولوا يعني الواحد اكيد عبتعدي معانا في طول السنة والايام ظروف مش حلوة وظروف حلوة في اخر السنة نحاول نرمي اللي مش حلو ونفتكر الحلو والله كله حلو حتى الوحش اللي فيه فيه حلاوة لو انتي مجربتش الوحش هتعرفي الحلو مني يعني كله حلو كل الدنيا حلو انتي بتعرفي بيبقى الوحش حلو بعد ما تتعلمي منه وبعد ما تعدي من الظروف الصعبة وبعد ما بتعدي بسنك شوية بتبقي عارفة ان الوحش احنا صغيانين مش عزة بتحزن يا جماعة بتبقي عارفة ان الوحش اخريته حل طبعا على فكرة النز بتحبك انتي كمان قوي يعني اتمنى لاني انا من قلبي انتي عارفة انت تفرجة على البرنامج اه انا من قلبي يوميا بعمله بالأكل بحب هون الأكل ما يطلعش حلو غير لما يبقى بحب مش كلام صح لا لا ده بجد بجد الاكل ما بيطلعش حلو يعني يوم ما تبقي متنك كده وبتنبخي ما بيطلعش الاكل لازم يبقى الواحد مرتاح كده عشان يامل فالكرون اللي هنا انا اتفقت معاها على حاجة اولا لما جت هنا وحيعرضوا خالق دلوقت يا حلال تفق معهم على ايه ورونك كده فين؟ اتفرجت ورجعنا وانا بعلم رزان تحشي البتنجان هالو؟ ازاك يا حبيبة قلق؟ حببتي انا تمام نسوطة بكم واني معاكم أنا بحبك جزًا 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 حبيبتي يا مايدي بحبك قوي 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 دينك يا كنت ف JUDY أحبك أنا من hashestly مع conjugينك على الـ social media بجلسو أبحبك حبّه برطري !? ! أنا عايز أقولك أولا أن أنا بحبيك جزًا جزًا ! سحمد الأه أنو بحبك جزًا جزًا حبيبتي ثانكيو يا نور إينا رأيت نرد على أمي خالد من الشرق Charge أو كي رودي يا رزا أم خالد أيوة أخبار خالد إيه؟ أيوة طيب غير الحب أنا عايزة أسمع منكم أنا اللي كلمت كم دار طب عايزة تقول لي النهار دايماً بحب حضرتك ألا بموت فيتي حبيبك شكراً هلو 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 يا ميري إزاي هلو 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 يا هدايا أنا بموت فيتي حبيبتي أنا سعيدة جداً والله إني بكلمت النهار مخصة جداً جداً نتسلمت حب رسك أحبيت جداً ألو إزاي كيهلي لا هلو 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 يا مhope هاي، ألو أنا بحب حضرتك أول أهلا وسهلا بأهل سوءالية أهلا بكردي واعات والله بحبت جداًingeñ بحبيت أوي 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 يا مش قدرة أقولك أزيЭ أنا بحبيت جداً جداً ألو أيوة أنا بحبت جداً 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 وفعلاً非常ا soldيونياً إزايك يا مية أنا بحبت جداً حبيبة قلبي بحبيber عد meses جداً أنا بحب حدث فيك جداً حبيبت قلبي منورت كيسا والله يا ميونة بحبك خالف والله أنا بحب حدث فيك جداً أنا عايزة أسألك سؤال فضالي أنت إزاي عصر كده؟ بحبكم وأنا فعلاً بحب كل الأمهات اللي ببعثوا لنا وعائلة مايسو اللي بتخرجوا على القاهرة والنصف باي تجنة حب جميلة يعني تأمرتي مع فريق عمل برنامجي آه طبعاً يعني عايزة أقولك قد إيه الفيديو ده؟ أول حاجة يعني أنت هتقولي للناس بتحبك وأنا ما أقولكيش حبيبت قلبي إحلا في نعمة وأكيد ده رضا كمان أهلنا علينا وأم ومن عند ربنا كمان واكتهاد في الشغل فتعالي أنك تاجد دلوقتي في الجريبي لا خلاص قرب يخلص بص يدينا في ناس بتسيبوا يتقل جداً 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 على النار هو أساساً لما تسيبيه شوية هيتقل أكتر بالضبط هو لو تقل قوي قوي على النار لما نيجي نحطه إحنا طبعاً الأكلات دي في الشتاء فلما نيجي نحطه على جم إنتي قلتلي قبل كده إيه بيعمل إيه؟ بيبقى زي مهلبية مهلبية ونعمل مع بعض على طول هتقشل ساني لما أجيب حتة نعمة لو عايزة فيه مطحنة أهي دينا؟ لا أهي فيه مطحنة فيه حبة نعمية أنا بحب أطحنه خشن بس إنتي لو عايزة بصي خديده أنا في السوسات أه أحسن أنا في السوس بحبه بحب الفلفل ناعم الفلفل الخشن أحبه في الستيك ستيك عشان ما يطلعش قطع كبيرة أنلس هو يبقى سوس الفلفل الأسود لبلاك فيبر سوس عادة فيه فلفل لازم يبقى جامد برضي تعالي نعمل بالوقت سوس الكرامبري نبدونا عندك طبق اللي فيه الكرامبري هنا أوكي دم ربة الكرامبري ممكن نعمله على فكرة بالكرز بالتوت أي حاجة كده سويت تكسر أحط لك السوس جميل يلا كسيء وأنا هجيب معلقة بس عشان أقلب واو سخن سخن الله ابتدت السفرة إيه بصي الوليمة ابتدت تبان هاتي نحط الكرامبري الطازة لو متوفره وانا جايبها من مصر على فكرة المحلات الكبيرة لا فيه آه بتوفر في الموسم ده من السنة عندهم 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 انت بتعملي الشوفين بنفسك ولا بتعملي ايه انا بحب قوي الشوفين بك على السوبر ماركت بكتب؟ او الله يعني بتنزلي بنفسك بتشتري طلباتك اه بتبقي ناوية بتبقي ناوية تشتري ايه ولا بتروحي بتسبي نفسك كده في السوبر ماركت لا بكتب ورقة بالحاجات اللي نقطة في البيت اوكي وبعدين لما انجل بقى يعني اشتري الحاجة اللي ناقصها وبعدين انا ابتدي بقى معنى اكبيرة يا بندولة حاضر ابتدي انا بقى ألعب بقى اشتري بقى ده شكله حلي وده طازة اقول ده النهاردة فرشي بقى هتبخه النهاردة اوكي ده حل اشتري لو في فاصوليا خضرة تحبينا بعشاقة تعمليها ازاي حكي لنا وصبك ناخد وصب الدينة للفاصوليا الخضرة اقول لنا بسي انا ما بعملهاش مختلفة عن الناس بس فيها تركة في الاخر بس انت بتعمليها باللحمة لا انا ما بطبخش الخضر باللحمة ابدا بجد؟ لا اللحمة الوحدة والخضر ما بحبش اللحمة بالصلصة الحمر ما بتحبش اللحمة ده عكس الطبخ العربي كله اه يعني لو عملت بامية تعملي ايه؟ ما بعملهاش باللحمة برضا. ايه؟ بعملهاش باللحمة. بتعملي اللحمة جنبها ازاي؟ ممكن اعمل كباب حلة جنبها عمل استيك اعمل اي حاجة بس. على فكرة موضوع كباب الحلة ده شكل الناس كتير عارفة ان دينا بتعمل كباب حلة مختلف. اه انا بعمل كباب حلة مختلف. كباب الحلة مختلف. هناخد الاسمار كلها. هبصوا انا اقولكم حاجة هنطلع بالحلقة دي ندينا بسر كباب الحلة وسر الفاصوليا. قليلي. الفاصوليا بعد ما بتسبكي الصلصة يعني هتعملي بصلايا وتسبكي الص وتضع الفصولية وكله تماماً بعد ما تدخل في السوا أنا معاك كميلي هجيب طبق الكرامبير بعملها طشة ملوخية طشة ملوخية أيها كسبرة بالتومة وحطة سمنة بلدي كسبرة بالتومة وحطة سمنة بلدي وبتشوحيها بس بالأول إيه بصل بصل عادي وأسيب الطماطم تتسبك وحط الفصولية وحط شوية مية لحد ما تستوي هنعمل وصفة فصولية دينا في وصفات السنة الجديدة وحسميها فصولية دينا وتعالوا نغرف الكرامبيري سوس بسلونة وحلوته ما رأيك؟ طحف وحنرشله رشة ملح بسيطة أنا نسيت أرشله ملح هتجد الملح فيه لأخذي المطحنة برضو عشان ينزل الملح المراد نعم أنا أريد الملح نعم أحسن رشة ملح بسيطة توازن الحلاوة بالملوحة لأنه يبقى شوية مسكر ونحط ده جنب ده ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتبل الزبدة اللي هنا الطرية دي بتدبيلة الأعشاب علشان ايه؟ اديكي بقى أمر اديكي بقى أمر نطلع فاصل ونرجع نجعل اديكي أمر احنا ودينا؟ يلا بينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة